بعد توقفها للعودة لعواصمها والتشاور عادت الأطراف المشاركة بالاتفاق النووي الإيراني إلى العاصمة النمسوية في محاولة منها لكسر الجليد وإزالة غيمة التشاؤم التي صاحبت الجولة الأخيرة لكن مع انتهاء الاجتماع الأول أقر الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا بصعوبة المحادثات لا يمكن أن أعبر عن تفاؤلي أو تشاؤمي يجب أن أكون واقعيا لقد قاربنا هذه الجولة بمقاربة واقعية نحن في موقف صعب لأنه توجد نقاط لا يزال هناك خلاف بشأنها ويجب التوصل إلى حل لها ونحن نعمل على ذلك مورا أكد أيضا على جدية الوفود المفاوضة وضرورة مناقشة رفع العقوبات عن إيران في جلسات الجمعة والتي باتت المطلب الأول لطهران وقدمت مسوادتي اقتراح لها لكن يبقى الموقف الغربي مصرا على العودة إلى اتفاق عام 2015 قبل الحديث عن رفع للعقوبات الاقتصادية جميع الوفود عادت إلى هنا ما يفسر على أنه رغبة لدى جميع الأطراف في التوصل لاتفاق وتم تقدم كثيرا في محادثات الربيع الماضي ما أنجزاه هو التوافق على رفع عقوبات اقتصادية عن إيران فلا أنصح إيرانا بالترجع عن ما تم الاتفاق عليه كبير المفاوضين الإيرانيين اعتبر بعد انتهاء الاجتماع أن بلاده شاركت بجدية في المحادثات التي وصفها بأنها إشارة على تضييق الفجوات ومشددا على أن طهران قدمت ما يلزم للتوصل لاتفاق رغم الإقرار بصعوبة مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني إلى أن الإصرار على استمرارها من جميع الأطراف للتوصل لاتفاق ربما سيعزز فرص تقريب وجهات النظر كبداية لإحراز أي تقدم جياب أبو صفية سكانيوز عربية فيينا